اشتركوا في القناة طيرة جدا اللي هي بشكلها المريخ طبعا اول اشي رح نحكي عن منازل القمر طبعا القمر هو موجود في منزلة سعد بلع وهي العلاج والفراق واتلاف الاموال والحرية ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة التاسع وثمانتعشر دقيقة قبل الظهر بتوقيت جرينيتش وبعدها رح ينتقل لمنزلة سعد السعود وهي لتوطيد العلاقة والحرية والربح والتفريق طبعا القمر بما انه موجود في الدلو اغلب النهار فتأثير القمر رح يكون على كافة الابراج في هاي الفترة لما بكون بالجدي منعود لطبيعتنا الجادة ومنحاول انجاز عمل متراكم منجد انه الامور ما بتصير معنا بسهولة وممكن تسيطر علينا روح التشاؤم او على البعض منه علينا الاجتهاد اكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد وشراء تحفي اثرية والبدء بحمية او شراء بوليس التأمين بالنسبة للزوايا الفلكية فعنا قبل خلو المسار زاويتين والزاويتين اقتران الاولى رح تكون زاوية اقتران ايجابية بين القمر وبين الشمس يعني ولادة الهلال وهاي رح تكون في تمام الساعة خمسة صباحا نولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلقى المساندة والدعم من الاصدقاء ومنتجه برضو لتغليب العقل ومنسبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية اقتران ايجابية برضو بين القمر وبلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة سبعة واثنين وعشرين دقيقة صباحا بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي الزاوية مباشرة بصير في عنا خلو المسار خلو المسار طبعا للقمر رح يبدأ الساعة سبعة واثنين وعشرين دقيقة صباحا ورح يستمر لغاية الساعة الرابعة وثلاث واربعين دقيقة مساءا وهاي تصير دائما خلو المسار حكينا لما بيجي القمر بدو ينتقل من برج لبرج وما بشكل زوايا مع الكواكب الرئيسية فهي يسمى هذا خلو المسار وهي فترة نحسة لا تصلح لأي خطوة جديدة مهمة في حياتنا وبيشمل ذلك جميع الأبراج دون استثناء في فترة خلو المسار رح يصير في عنا أخطر زاوية هي تقريبا من الخطيرات جدا خلال هذا العام هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين المريخ وبين زحل طبعا إلها تأثير هي قرابة الخمس أيام ورح تستمر أكثر للأيام اللي جاية يعني مدة تقريبا بحدود الأسبوع أو عشر أيام في تمام الساعة 11 ودقيقة ظهرا طبعا بتصير لهي ذروة هاي الزاوية تزداد المواجهات والمشاحنات وأعمال العنف اللي ممكن تخلف مشاكل عديدة كما أنها بتزداد العصبية وعليه يجب أن نتمالك أعصابنا وضبط النفس عند التعامل مع الغير وتجنب المواجهة ممكن يتفاقم أي شعور بالملل ويتحول لإمتعاد داخلي وينعكس على علاقتنا مع الغير طبعا برضو دوليا بتدل على ظهور صعوبات ومشاكل في قطاع الصناعات الثقيلة وبورسة القيم وممكن تتراجع المنتجات الفلاحية واستخراج المعادن واحتمال وقوع حوادث أو اضطرابات وبرضو مقاطعات في أمور إلها علاقة بالمناجم والمحاجر والمعامل مما يعرق للإنتاج كما بزيد نفوذ رجال الأمن والجيش وبيتعرض المواطنون للقمع والتعسف في بعض المناطق وخصوصا المحتدمة وفي هاي الفترة بتزداد شعبية أحد الدعاء أو رجال الدين من المحافظين أو المتعصبين أو ممكن تشهد هاي الفترة فضائح بتمس بالتقاليد والأعراف الاجتماعية وبما إنه راح يكون زي ما حكينا إنه هاي زاوية التربيع بالدل على برجين يعني على الدلو وعلى الثور فبرضو إلها علاقة بإضطرابات إلها علاقة بالجو وبما إنها سلبية فهي عكس الحرائق هي برودة شديدة جدا وتقلبات حادة جدا بتصير بالتقس لدرجة إنه مناطق زي ما حكينا إحنا عن الزوايا اللي قبل اللي كانت قبل أيام حكينا عن عطارد شكل بعض الزوايا فقولنا إنه هاي الزوايا ممكن تعمل بعض المشاكل اللي إلها علاقة في أشياء إلها علاقة بالتقس وممكن تشهد مناطق نزول لدرجة الحرارة لبرودة حادة جدا ما كان متوقع زي الخليج مثلا والآن هاي الزاوية برضو رح تتشكل ورح تشكل شيء شبيه لإله فعشان هيك منقول ديروا بالكو من الغدر الطقس في الفترة القادمة طبعا بعديها وأثناء هاي الزاوية ما هي متشكلة وبصير بنتهي خلو المسار الساعة أربعة وثلاث واربعين دقيقة مساء فهنا بصير القمر استقر في برج الدلو يعني طيلة النهار إحنا بفترة خلو مسار في ساعة المساء بتبلش معنا الزوايا اللي هي أول زاوية رح تكون زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون في تمام الساعة عشرة وعشر دقائق مساء من واجه مصاحب عراقي لبتطلب مننا أن نبذ الجهد لن نتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحظوظ وبيفتقر البعض الشجاع اللازم إلى مواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر أما بالنسبة للزاوية التي تليها برضو هي زاوية سلبية زاوية تربيع سلبية بين القمر والمريخ وهي رح تكون في تمام الساعة عشرة وثمانية وعشرين دقيقة مساء ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة إلى الهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب طبعا القلو المسار القادم بما أن القمر رح يندقل للدلو فرح يكون يوم الخميس أربعة عشرة واحد بيبدأ في تمام الساعة تسعة وثمانية وعشرين دقيقة صباحا وبيستمر حتى يوم الجمعة أي حتى تمام الساعة عشرة وست عشر دقيقة مساء لا ينتقل بعدها لبرج الحوت يعني بمعنى آخر رح يمضي معنى نهار وليل ونهار لنصل للمساء خلو مسار طويل ويعتبر من أطول خلوات المسار خلال هذا الشهر أما بالنسبة لعمر القمر القمر ولادته الهلال اليوم هو تسعة وعشرين يوم في تمام الساعة الرابعة واربعة وخمسين دقيقة صباحا بيصبح ثلاثين يوم نسبة الإضاءة صفر بالمية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم تسعة وعشر واحد مزاجها سعيد بنسبة ثلاثين في المية فقط أما بالنسبة للقمر في الجدي والدلو وحكينا أنه فترة دخلوا مسار طول النهار وزوايا سلبية حادة رح تكون فالقمر رح يضل في الدلو لأيوم خمسة عشر واحد اليوم منتحس بنسبة عشر في المية أما بالنسبة لعطارد في الدلو حتى يوم ثلاثين واحد منتحسة بنسبة أربعين في المية الزهرة في الجدي حتى يوم واحد اثنين سعيدة بنسبة سبعين في المية أما بالنسبة للمريخ اللي في التور لغاية أربع ثلاثة وبشكل زوية التربيع طبعا سلبية جدا فهو منتحس بنسبة خمسة وسبعين في المية أما بالنسبة للمشتري في الدلو حتى يوم ثلاثة عشر خمسة منتحس بنسبة خمسين في المية بالنسبة لزحل برضو في الدلو حتى يوم ثلاثة وعشرين خمسة فهو منتحس بنسبة عشر في المية أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم أربعطاش واحد منتحس بنسبة عشر في المية أما بالنسبة لنبتون في الحوت حتى يوم خمسة وعشرين ستة هو سعيد بنسبة خمسة عشر في المية وبالنسبة لبلوتوف الجدي حتى يوم سبع وعشرين أربعة هو سعيد اليوم بنسبة خمسة عشر في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح بالدفع بمصالحه وبيحافظ على إنجازاته القائمة هدئ من روعك وما تنفعل واتجنب مخالفة القوانين وإحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة وإحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها برج الثور ابتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة تشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم ممكن تذهب في رحلة أو تروج لعمل أو تحصل على معلومات ما بتتوقعها بيكون عندك نجاح وحظ في حياتك العاطفية والعائلية ولكن بدك تحذر من العصبية وردات الفعل السلبية برج الجوزة بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكتخففوا من النفقات المتصاعدة سارع في تهدئة الأجواء هاي فترة مناسبة للاطلاع على أراء الغير ممكن تطلقى مساعدة أو تعاطف عليك فقط أنك تتحلى بالليون والتفكير الموضوعي برج السرطان يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة بوسعكم إتمام خطبة أو زواج أو توقيع عقد تجاري ولكن احذروا من خلو المسار في هاي الفترة تكون في نوع من أنواع السلبية وبتكون ضاغطة شوي وما بينفعك سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لمضايقات أو خلافات برج الأسد أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذائكم وراحتكم كون منظم وأحسن إدارة عملك وحاذر من الجدال مع المعاونين وما تهمل صحتك لا تأجل ولا تماط العمل حتى لو طررت للعمل لساعات إضافية برج العذراء بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم ومتعزيز العلاقة معهم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم وبتنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط فلا تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحباء حاول أنك تصحح الأخطاء خلال هذا اليوم برج الميزان بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ولكن ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي وممكن تظهر بعض المشاكل الشخصية لا تتهرب من المسئولية اتجاه العائلة الأجواء شوي بكون فيها نوع من أنواع العدائية ومتوترة حاول أنك تراعي وضعك الصحي برج العقرب بتنشطوا في السفر والاتصالات يوم مناسب لاجتياز امتحان ولكن ما تعتمدوا على الحظوظ بتعززوا العلاقة مع أخ أو جار بتدعمك الحظوظ وبتكون جريف التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر وبتلفت النظر وبرضو الأجواء بتكون لطيفة وممكن تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك برج القوس ثم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن مشتريات غير ضرورية ممكن تهتم بتوظيف أموالك وكون عاقل في صرف الأموال وبتهتم لمناقش الدعم مالي أو قرض أو ممكن تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات فترة إيجابية ممكن تحقق خلالها ربح ما برج الجدي ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بادروا لخطوة جديدة بالدعم من مكانتكم الاجتماعية الفترة هاي بتحمل انفراج وتقدم الموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بحكمة وواقعية للأمور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن تحقق نجاح باهر إذا ركزت برج الدلو يوم آخر بيتطلب منكم يعني الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم ابتهدأ وترتك لحد الركود ممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي لا تحسم أمر الفترة سلبية ومخيب الأمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها حاول أنك تنتظر أو تأجل موعدك المهمة لساعات المساء برج الحوت بوسعكم تعزيز صداقاتكم ومنكم ممكن يحقق أمنية بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة بتتسع الآفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة ممكن تعزز شعبيتك وتحصد أرباح بتفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب إلى جانبك وبتخف الضغوط وبيطمئن بالك هيك نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء